موسيقى موسيقى أهلا بكم أجواء ستبقى مستقرة ببلادنا ومديرية الأرصاد تتوقع بعد زوال يوم هبوب رياح قوية على منطقة الشرق والجنوب الشرقي والأطلس وضباب محتمل قرب السواحل الوسطى وسماء قليلة السحب إلى مشمسة بباقي الجهات وخلال الليل بعد القطرات مطارية مرتقبة بالسواحل شمال مدينة الرباط وضباب متوقع جوار السواحل والسهولة الأطلسية الشمالية والوسطى ورياح قوية متواصلة دائما بمنطقة الشرق والجنوب الشرقي غدا صباحا قدرت مطارية مرتقبة بالسواحل شمال مدينة القنيطرة والسمر صحب عليا بمجمل المناطق مع ضباب محتمل قرب السواحل والسهولة الشمالية والوسطى بنسبة درجات الحرارة فستصل بعد زوال يوم إلى 19 درجة بفران 30 درجة متوقع بوجده الرشيدية ورززة الصمارة و23 درجة متضرة بمدينة أقاديرا غدا خلال الصباح ستجل 6 درجات بفران أشرب كل من فاس ومكناس و13 درجة بالدار البيضاء يوم السبت دباب سيهم السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى وتقصى يكون مستقر بباقي الجهات ويوم الأحد غيوم كثيفة متوقعة بأقصى الشمال الغربي للبلاد وسماء ستكون صافية بباقي الربوع نتعرف الآن على مواقع طلوع وغرب الشمس ثم طلوع وأفل القمر بمدينة الدار البيضاء نظم عبر تقنية المناظرة المرئية أمسنا للشماع الوزاري المناخ والتنمية بمبادرة من المملكة المتحدة التي ستصدف الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 في غالاسكو وصرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج السيد بوريطة أنه يجب أن يكون الوصول إلى التمويل أيضا عادلا ومنصفا لجميع البلدان النامية ويتعين أن تشمل هذه التدابير في إطار مقاربة شاملة وتعبئة واسعة للقطاع الخاص الذي يعد انخراطه أمرا حاسما لانتقال في اقتصاد منخفض الكربون بهذا نشاط الطقس طمطم فهد الله ورعايته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر